أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما مرسوم سلطاني رقم 49 على 2022 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني وصلاحيات الأمين العام نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 128 على 91 وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86 على 96 وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بدوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 على 97 وعلى المرسوم السلطاني رقم 44 على 2004 في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني وصلاحيات الأمين العام بالنسبة للتقسيمات الإدارية التابعة له وعلى المرسوم السلطاني رقم 27 على 2012 باعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 على 2020 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى يعتمد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني وفقا للملحق المرفق المادة الثانية يباشر أمين عام شؤون البلاط السلطاني الصلاحيات المقررة للوزير في القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمنيين والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني المشاري إليها وأي قوانين أخرى فيما يخص التقسيمات الإدارية التابعة لشؤون البلاط السلطاني المادة الثالثة يلغى المرسومان السلطانيان رقم 44 على 2004 و 27 على 2012 المشار إليهما كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه المادة الرابعة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في العشرين منذ القعدة سنة 1443 للهجرة الموافق العشرين من يونيو سنة 2022 للميلاد هيثم بن طارق سلطان عمان مرسوم سلطاني رقم 50 على 2022 بإجراء تعينات في شؤون البلاط السلطاني نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بدوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 على 97 وعلى المرسوم السلطاني رقم 49 على 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي للشؤون البلاط السلطاني وصلاحيات الأمين العام وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى يعين الشيخ سعيد بن هلال بن علي الخليلي رئيسا لشؤون الموارد البشرية والمالية والإسناد بذات درجته ومخصصاته المالية المادة الثانية يعين المهندس هلال بن محمد بن حميد الوائلي رئيسا لشؤون الخيل والهجن والمزارع والحدائق السلطانية بالدرجة الخاصة المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدره صدر في العشرين منذ القعدة سنة 1443 للهجرة الموافق العشرين من يونيو سنة 2022 للميلاد هيثم بن طارق سلطان عمان